اقول بقى احنا اتجوزنا ببيت العيلة ولو فاكرين زمان يا جماعة انا اتكلمت انا ضد حاجة اسمها ان واحد يتجوز في حاجة اسمها بيت العيلة ده بقى بيت العيلة ده يعني حاجة كده ما بيخليش الزوجين يشعروا بالخصوصية اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها لكيلة الزوجين الاصل ان انا لما اجا اتجوز انا ملزم ان انا اوفر لزوجتي والأسريتي الجديدة دي سكن خاص امي بر بامي شيء وبيت الزوجية شيء اخر انا اجيبها واشيلها على دماغي وتقعد على دماغي والكلام ده كله لكن احنا بنقول يا جماعة لو بدأناها صح هنفضل محافظين على العلاقة بنيجي بنقول لا ما نقعد مع بعض نقعد مع بعض لا نتحمل بعض تلاقي بقى الزوجة عمالة تشتكي من حماتها والحمة عمالة طبعا زي ما احنا عارفين والكلام ده كله لان انت مين انت جيتي اخدت مني ابني والمشاكل المعتادة دي انا ممن يميلون ها الى ان الزوجة يجب ان هي تقعد في سكن خاص وتبدأ العلاقة تبقى علاقة ودي من اول يوم خلاص هي بتقول لي انا بدأت تنبه للموضوع ده وان احنا هنغلط في بعضه نعمل مشاكل فبدأت ان انا وزوجي اقول له شايف وبدأ الراجل يشوف ان فيه نوع من انواع الظلم واقع علي فقرر انه يوافق وخلي سكن خاص وبقى انه ثلاث شهور انا بقول لها لام مريم اجتهدي حاولي انك تاخدي هدايا وتعمليها معاملة طيبة وحاول انك تعتبريها امك ولو شتمت ولو زعالت ولا زهقت عليك اتحمليها بكل طاقتك ليه لان خلاص انت غيرتي مسكن الزوجية وبقى لك الخصوصي شطرتك بقى عشان ربنا يرضى عنك ان شاء الله انك تكتهدي وتكسبي رضاها طالما يعني الزوج ادر انه هو يميل الى هذا الرأي ويأخذ بهذا القرار وانا اعتقد انه قرار سليم